إذن للوقوف أكثر على تفاصيل هذه الاستقالة المرتقبة لرئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتي معي من رامالله مراسل حدث عبدالحفيظ جعوان أهلا ومرحبا بك عبدالحفيظ نعم من المفترض أن تبدأ جلسة الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتي بعد قليل جلستها وسوف يتلو الدكتور محمد اشتي بيانا في بداية هذا الاجتماع يتحدث فيه عن استقالة الحكومة ووضع الاستقالة أمام الرئيس وطاولة الرئيس محمود عباس وفي تصرفه إلى أن يبط الرئيس في هذه الاستقالة أن كان سيقبلها أم أن كان يعلقها أم ستبقى هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال وسيتحدث الدكتور محمد اشتي بتفاصيل أكثر عن ظروف استقالة هذه الحكومة هناك الكثير من الحديث عن هذه الظروف ولكن أهمها هو ما يجري في قطاع غزة والضغوط الشعبية الكبيرة سواء في غزة أو في الضفة الغربية على ضرورة إحداث تغيير ما للخروج من المأزق الحالي الضغوط الأخرى هي ضغوط دولية ضغوط عربية ضغوط إسرائيلية أيضا على ضرورة إجراء إصلاحات في منظومة السلطة الفلسطينية في المنظومة الهيكلية والمنظومة البنائية للسلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي الرئيس محمود عباس يود إرسال رسالة إلى العالم وإلى الولايات المتحدة أساسا بأنه جاهز لإجراء مثل هذه الإصلاحات وتغيير الحكومة الأمر الثالث هو مرتبط بلقاءات موسكو ولقاءات الفصائل الفلسطينية في موسكو وهذا يذكرنا بظروف مشابهة في العام 2014 عندما قدم الدكتور رامي الحمض الله استقالة حكومته توطئة لهذه الاجتماعات وتمهيدا لهذه الاجتماعات ووضع الأمر والمسؤولية على عاتق الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو وأن الحكومة مستقيلة وأن المجال متاح أمامها لتشكيل حكومة جديدة وبالتالي هذه الظروف الثلاثة اجتمعت والتي أجبرت الحكومة الفلسطينية الحالية على تقديم استقالته نحن الآن يعني عبد الحفيظ نشاهد هذه الصور التي نبثها الآن وهي صور تسبق إذن حضور رئيس الوزراء الفلسطيني دكتور محمد الشتي لتقديم الاستقالة وأيضا بانتظار البيان الذي سوف يتلوه الشتي في سبيل الوقوف على الأسباب والتفاصيل المتعلقة بهذه الاستقالة لكن أيضا عبد الحفيظ إذا ما وقفنا عند البيت الفلسطيني إلى أي مدى بحسب ما يتم قراءته تصفر هذه الاستقالة عن حل الانقسام أو على الأقل إعادة بلورة وبناء البيت الفلسطيني بما يسهم في تحقيق الأهداف السامية التي هي مرتبطة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة بما هو متعلق بمعالجة الانقسام في البيت الفلسطيني نعم لا يمكن إخفاء حالة التشاؤم الشعبية الكبيرة من هذا الأمر نحن نتحدث عن محاولات منذ عام 2007 إلى هذا اليوم في محاولة لإنهاء الانقسام بين فتح وحماس وحتى مع هذا الدم الكبير الذي يراك في قطاع غزة سمعنا يوم أمس تصريحات من حركة فتح وحركة حماس لا تنم بأن استقالة الحكومة الفلسطينية استقالة حكومة دكتور محمد اشتية تعني التوجه نحو حكومة وفاق وطني حكومة وفاق وطني أو حكومة متفق عليها بين فتح وحماس ما زال هناك جدل حول الأسماء التي قد ترأس الحكومة الفلسطينية الجديدة وما زال هناك جدل حول برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة وبالتالي هناك حالة تشاؤم شعبية من هذا الأمر ومن استمرار الانقسام يعني لعل الآن الضغوط الدولية والضغوط العربية والحالة الحرجة جدا في قطاع غزة تدفع الفلسطينيين للذهاب نحو حكومة وحدة يبقى الخلاف على من سيقود هذه الحكومة هناك أراء مختلفة الرئيس محمود عباسي يتمسك بدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني ليقود هذه الحكومة هناك البعض يعترض على هذا الاسم وهناك البعض يراه اسما مناسبا ورجل قد يتمكن من قيادة الأمور في المرحلة القادمة وخصوصا موضوع إعادة بناء قطاع غزة وإعادة بناء المشروع الوطني بما يتماشى ومع المصالح الفلسطينية والرؤية الأمريكية العامة أيضا يعني عبد الحفيظ من ضمن الأسماء يعني بحسب ما يقرأ بالتقارير أو على الأقل يعني تسرد ويأتي ذكرها فياض يعني رغم أن هذه الشخصية شخصية اقتصادية وشخصية لها وزنها مؤمنة بالليبرالية يعني والاقتصاد الجديد وما إلى ذلك كيف تبدو حضوذ هذه الشخصية بحسب يعني قراءة الفلسطينيين نعم بحسب ما يجري من حديث في الأروقة السياسية الفلسطينية وحتى في الشارع الفلسطيني الدكتور سلام فياض ليس غريبا طبعا عن الساحة الفلسطينية قاذ الحكومة الفلسطينية لسنوات وهو معروف باتجاهاته الليبرالية وبنشاطه الاقتصادي ونشاطه المالي وبجهده الكبير الذي بذل وبالمناسبة لا يوجد اعتراضات كبيرة أيضا على اسم سلام فياض ولكن هناك اعتراضات أكثر على اسم محمد مصطفى لأن بعض الأطراف الدولية تعتبره مقرب جدا من الرئيس محمود عباس وتعتبره تكنقراط ولكن قريب من الرئيس وعلى علاقة وطيدة من الرئيس والآن هناك شروط يتوضع على حكومة هذه التكنقراط وخصوصا من إسرائيل التي تريد حكومة بعيدة سامحني يا عبد الحفيظ أنا مضطر لمقاطعتك الآن يعني تبدأ هذه الجلسة الحكومية لرئيس الوزراء محمد اشتية ننتقل إذن مباشرة إلى رامالله وهذه الكلمة المرتقبة لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية إلى هناك ترجمة نانسي قنقر